السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل استخدام الليمون أو عصير الليمون مع القهوة يؤدي إلى التخصيص أو حرق الدهون أو التخلص من الوزن الزائد أو التخلص من الكرش؟ هل استخدام ورق الغار سواء كان على شكل مستحلب أو على شكل منقوع أو على شكل شاي أو استخدامه مع خلطة أخرى؟ هل يؤدي إلى مسح البطن أو التخلص من الوزن الزائد أو رفع معدل الاستقلاب؟ كلا الوصفتين ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحرق الدهون أو التخلص من الوزن الزائد هل فيهم مواد كيميائية أو بيو كيميائية أو عضوية أو طبيعية تؤدي إلى حرق الدهون؟ هذا الأمر جملة وتفصيلا ليس فيهم أي مواد وليس لهم علاقة لا بحرق الدهون ولا بالتخلص من الوزن الزائد إذا كنتم تتحدثون عن فيتامين سي أو حمض الليمون أو تتحدثون عن الكافيين فليس لهم علاقة بشكل مباشر بحرق الدهون كلا الوصفتين استخدامهم المفرط بشكل يومي يؤدي إلى رفع معدل ضربات القلب وهذا الأمر خطير مما يتعب عضلة القلب الشيء الآخر يؤثر على حمض المعدة فتلاحظ أنت بالفترات الأولى من الاستخدام المكثف لهذه الوصفات يؤدي إلى التجشو وخروج رائحة كريهة والأمر الآخر يؤدي إلى ضرب حمض المعدة يعني الارتجاع المعيدي المرأي فلا أنصح بهذه الوصفتين إطلاقا لا معنى أن يتم شربهم مرة واحدة باليوم بشكل مخفف جدا 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 أما الاستمرار عليهم يؤدي إلى الضرر شيء الآخر أغلب أنظمة الوصفات الموجودة في السوشال ميديا وأنا مطلع عليها تعتمد على مبدأ الإسهال يعني وكأنهم يعتقدون أن الدهون موجودة في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة وأنت مجرد ما شربت يعني وصفة معينة يؤدي إلى تخلص من هذه الدونة وهذا الأمر خاطئ هذا الأمر خاطئ من الناحية العلمية من الناحية التجربية ليس له علاقة لا بالعلم ولا من الناحية التجربية شيء الآخر ما هو الحل البديل؟ الحل البديل كلوا واشربوا ولا تسرفوا ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للمتنفس والأمر الآخر مارس التمارين الرياضية يعني هذه الطاقة المخزنة في جسمك هي لمصلحتك يعني مثلما أن الجسم بحاجة إلى السكر من أجل الغلوكوز للحالة العصبية وإنتاج الطاقة الجسم أيضا بحاجة للبروتينات وأيضا بحاجة للدهون لأن أغلب الفيتامينات ذوابة بالدهون وتحتاج إلى ماذا؟ إلى الحالة الدهنية أو الوسط الدهني ولكن الأمر الذي لا يقبله الجسم هو الجلوس المتواصل الأمر الذي يحبه الجسم هو المشي على الأقل يوميا 20 كم لأن الجسم مبرمج على المشي على الأقل 20 كم باليوم لحرق السعرات الحرارية أو التخلص من السعرات الحرارية لماذا؟ لأن الجسم تعطيه مساحة طبيعية من أجل صرف الطاقة بشكل طبيعي سواء كان من أجل تدفئة الجسم أو من أجل إنتاج طاقة حركية للجسم أو طاقة ذهنية للجسم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وابتعدوا عن هذه الوصفات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تؤدي لحرق الدهون اعذروني على الإطالة وأتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال والسلام عليكم وكل الحب والاحترام لجميع الموجودين على السوشيل ميديا ولكن لنا رأي نبديه لكم اتمنى لكم الصحة السلام عليكم